بعد 1 ستنبر نتيجة ضخامة الحدث فإسلاموفوبز أو الجماعة اللي هم أعداء الإسلام تجرأوا أكتر وبعدهم جرأة أكتر على الهجوم على الإسلام نفسه غلطتها يعني لما جامعة الأوراق نظرت فيها في الفصل ما انتظرت لما ترجع البيت فأغم عليها أوه تجاوزنا نقطة مهمة اللي هي مرحلة انتقال إلى التدين وهذا الكتاب غير حياتي لماذا تكرهوننا لو ما خدناش بالنا من الجيل ده قد يكون آخر جيل من أجيال الإسلام بسيحة مش هزينك أخيراً التقينا يا دكتور حيكم الله الحمد لله حتكون إن شاء الله جلسة بسيطة عفوية أخوية أكتر وبالمناسبة آخر مرة التي أتيت فيك كانت من ثلاث سنوات تاليباً صح؟ كانت في إسطنبول تاليباً كانت مؤتمر تنسيقية وكافحة الإحاد لكن أظن كان في فبراير 2020 كان بداية كورونا وبعدين خلاص أغلقت صحيح الكرة الأرضية كوية صحيح كانت تنسيقية ومكافحة الإحاد صحيح طيب أنا عايز إن شاء الله هذا الحوار سيكون مركزين فيه على محورين محور أول لنسمع تجربة حياتك الشخصية كيف نشأت كيف كونت كيف تكونت علمياً وفكرياً آه أوكي ثم نتحدث عن تجربتك مع جسور ورؤيتك لما يحدث الآن في الغرب تحديداً الجالية العربية المسلمة باعتبار أنت من خلط فيها من 20-30 سنة ما شاء الله في أمريكا الشمالية كلها وفي أوروبا تحديداً من بريطانيا يعني حاضر بالمناسبة قبل ما نبدأ أظن حلت لك المكان بأريحة بما نلتقي إنه بصدفة كنت بقلب في الموبايل أظن هي الخوار رزمية اللي بتتجسس علينا يعني وإذا أكتشف إنه لك حوار مع الأستاذ حازم وكان حازم صدير حازم صدير آآ برنامج آآ والله ما انتبهت ما شوفت آآ آآ حلاص بنعمله دعاية لها إن شاء الله أنا حشوفه ونحطه برابط فالطريف كان إنه في كندا أيضاً بس هو أنت كأنك لسلي كان نديم بس أوروب مؤخراً كان من سنة الحوار مع حازم الصديق كان من سنة بالزبط تقريباً من سنة واتأخر قوي في يعني كان أما جيت مؤتمر آآ المؤسسة الإسلامية الكندية العام الماضي واسجل معايا وبعدين اتأخرنا جداً إن حصلت أحداث كثيرة وبعدين أحداث غزة وبعدين كذا حاجة فمنزلوا بس من أسبوعين كده هذا كان في سبتمبر صح؟ أما جيت في المؤتمر كان سبتمبر كنت بخطط أشوفكم على التقينا سبحان الله صحيح الحم لله فالآآن أيضا أنت جاي لكندا وماشاء الله عندك جولة وبتقدم الحضرات في أربع مدن تقريباً وكانت فرصة أن احنا يعني ظفرنا بك بهذا اللقاء السريع خمس مدن خمس مدن ماشاء الله احنا الآن حتى أنت كمان في كل مدينة بتزور المدن المجاورة لها لأنه النظام هنا عدة مدن تكون متجاورة فماشاء الله عندك برنامج يعني غزير الله يبارك فيك يا رب وتقبل جهدكم يا رب أمين فإحنا إن شاء الله يعني بس إحنا كمان نوضح أنه المكان يعني على السريع زبطنا مكان والإضاءة ما حتكون مية بالمية والصوت يعني مشي حالك بس المهم أنه إحنا نكسب الفرصة إن شاء الله إحنا الآن في مكتبة أحد مساجد فماشاء الله الهم عندك يعني انت اللي حتى الآن جاي من الطيار ربعاً شوية حتروحت عندنا محاضرة وبكرة طالع طيار مرة تانية فكرني إيش بالطيار أنا الداخلي هنا هو مأساة بكل معنى فاكرة إنت كان زمان فيه مسلسل اسمه روتس اسمه جذور كان بتاع كونت كينتي فكان جايب لك وهما بيجيبوا العبيد من أفريقيا ومكدسين إزاي وبنصهم بيوصل ميت أنا من النص اللي وصل حي الحمد لله بجد الطيران صعب أساة بجد الطيران الداخلي بس يا الحمد الهدف هو التوفير عندهم أنا بحب في الداخلي أركب أطرات عندي حوالي عشر تلاف سلايد معمولين كلهم في القطارات نحب اشتقى في القطارات كندا مساحة ما مشو خبالي بقى كلابت في فانكوفر واشوف من تورونتو إلى فانكوفر قد إيه بالقطار أربع أيام يمكن لأ لي ثلاثة أيام قلت لأ إنا كزر حطيت فانكوفر في مدينة تانية في دولة تانية اسمه جدت تلاتة إنه هي دي في عدد نسيت خالص إن كندا تاني أكبر دولة في المساحة بعد روسيا صحيح؟ نسيت لا الحمد لله يا قارة كاملة فعلا وانت حتى ما تجي بالطيارك أربع ساعات تقريبا من تورونتو إلى فانكوفر الأربع ساعات ونص خمس ساعات خمس ساعات تقريبا نعم طيب إحنا نبدأ بالمحور الأول نبدأ على طول من هو المهندس فاضل سليمان؟ أنا أقولكم في الله فاضل سليمان مهندس إلكترونيات حلم حياتي كنت أطلع الطبيب أبويا منعني إن أدخل لكلية الطب أه أه معين أبويا كان صيدلي وبيدير شركة أدوية وحلم أي واحد زيه إنه ابنه يطلع طبيب أه وأنا في أوخر المدرسة كده ولازم أحدد بقى هدخل علمي ولا هخش رياضة ولا علوم وبتاع قال لي هتعمل إيه؟ تعرف بقى يا بابا بقى يعني حلم حياتي أطلع طبيب قال لي إنسا ابعد عن أي حاجة فيها أرواح بني أدمين تقول ليه؟ قال لي انت بتطلع من باب قطك كل يوم الأكرة بتطلع في إيدك انت بتدوس السفون بيجي بسه بقى يصلح مكانش لسه معروف الـ ADHD لكن أبويا كان واخد باله إن فيه حاجة غريبة فارط حركة بقى ولا حاجة زي كده أنا كنت يعني شاق شوية كده ماشا الله فأكبرني أدخل هندسة اشتغلت في مجال الهندسة كمهندس تكنيشن يعني اشتغلت في مجال الأجهزة الطبية واشتغلت في مجال التليفونات السنترالات بتاعت الفنادق والحاجات دي حوالي سنة ونص ثم أخدت كورسات ماركتينج يعني تسويق ومبيعات وبعدها دخلت شريك في شركة بتاعت كمبيوترز وحاجات زي كده في الوقت ده فكام ده كده بقى في التسعينات بينها في التسعينات أول التسعينات وبعدين سفرت سنة 2000 أمريكا وفي أمريكا حصلت أحداث 11 ستمبر وأنا أحد الناجين من أحداث 11 ستمبر حنجي لها بعدين حنجي لها بعدين لما رحت 2000 يعني كنت متخرج جديد لسه؟ لا 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 كنت بقى لي 12 سنة متخرج وكنت بدأت طلب العلم طلب العلم الشرعي سنة تسعين وأنا عندي 23 سنة أظن تجاوزنا نقطة مهمة هتقليها صح؟ هي مرحلة انتقال إلى التدين هتنوقف عندها؟ حاولت تجاوزها نخصوص هي أهم شيء أكيد انت ما عندك تحرج يعني مش عايز حد يفهم مش عايز شباب يفهموا أني بشجعهم على الحياة الانفلات مش عايز حد يفهم كده أنت لم تكن منفلت أصلا الحمد لله؟ مش يعني بمعنى منفلة النهاردة لا مش زي المنفلتين النهاردة لكن وقتها كنت بنظم أنا وأصدقائي كده الحفلات اللي فيها مغنيين ومغنيات وكلام ده عفوة بس هو سؤال انت ليش اللي أخدك في هذا الاتجاه؟ ليست وظيفة الوالدك مثلا؟ لا 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 خالص خالص بلاكس الأسرة العائلة كلها تريبا مش متدينين يعني أوي كلمة مش متدينين مش معناها ملحدين يعني زي الوقت لكن مش متدينين يعني الناس بيدوك بيصلوا بيصلوا على سطر ويسيبوا سطر كمان يا كده يعني فلكن كان لي أخال واحد بس هو اللي متدين في العائلة كلها وعيش هنا في كندا في مونتريال لما والدي توفي سنة تسعين هو جي مصر وخدني عند داعية من الدعاء الجدد وكان أول مرة أسمع خطبة جمعة جميلة جدا وأول مرة أشوف شيخ حتى مع حليق تماما فأنا لسه أنا لسه أنا بتاع يعني أسف يعني هشك بشك يعني لسه على حفلات وبتاع وما كانتش في مونتها خاصة لكن أبويا ماد فأنا عايزة في موبرح فين؟ إيه اللي حصل؟ تمام توفي يعني توفي اه فمش عارف أعمل إيه فخدني عند الدعاء ده واسمعت خطبة جميلة جدا شفته بيدحك الناس في الخطبة وبيبكيهم في الصلاة فالشكل ده من اللي هو الخطابة المؤثرة جذبني جدا خلصنا الصلاة يلا نروح إيلا نروح مين؟ يلا عليه على بيته هو يعرفه وصحبه صديقه جدا يعني خدني على بيته وتعرفت عليه وبقيت لمدة سنة ونص معاه تقريبا طول الوقت وتلات أنا عايزة أعمل حاجة كويسة لأبويا اللي هرحمه ما كانش حاج كان دايما يقول عايزين حج السنة الجاي عايزين حج السنة الجاي ما حاجش فتلات حجيت لنفسي الأول حجة الإسلام معاه كنت قعد معاه في الغرفة يعني وبعدين السنة اللي بعدها تلات حج أرخص شوية بقى مع نقابة المهندسين وحاجيت لأبويا الله يرحمه فبرضه في الرحلة بقى مع نقابة المهندسين تعرفت على الطيار الإسلامي والكل دا لسه جديد بقى لي بقى ايه سنتين اتنين بس بطلب العلم لسه وبتعمل بوقتها كنت بقى قرأ كتير جدا جدا واخر بقى ايه يعني احيا علوم الدين وبقى اعتنى احيا علوم الدين كنت بدأت وأنا صغير بس ما كملتوش آآ وبس ايه مرحلة الاشرينات? بداية العشرينات تقريبا انا كان سني 23 سنة لما أبويا توفي فاا وبعدين كان سني حوالي 25-26 سنة لما رحت خبطت على باب الشيخ القراضوي الرحمة الله عليه الله يرحمه لما عرفت انه هو فيه أجازة ونزل مصر لمدة شهر ونص في الصيف هو كان في قطر فروحت له خبطت على بابه من غير ما يعرف حاجة عني من غير ما اقوله انا جاي من طرف حد قلت له انا واحد من شباب التهار الاسلامي ونفس اتعلم ديني دخلني احتضلني اداني قال لي بس انا ابني ما عنديش وقت اقعد وانت تقعد تقرأ علي كتب انا باجي شهر ونصف كل سنة اقعد مع ولادي فيعني هديلك اسماء كتب تروح تجيبها وتقرأ وتجيلي في الفترة اللي انا فيها كل اسبوع تسألني اسئلتك ايه وجاوبك ما شاء الله جميل فكان يجيوا مسلا ست اسابيع سبع اسابيع كنت راحل فيهم خمس ست مرات كل مرة باسئلة كتير جدا وانا فاكر لحد النهاردة الكتب اللي نصحني بها اول زيارة ولحد النهاردة هي دي كتب اللي بنصح بها الناس طيب جميل لو نحكي عنها بسرعي يعني بنصح بها شاهدين في القرآن هادي كيف نتعامل مع القرآن العظيم كتابه هو لهو نعم في السنة كيف نتعامل مع السنة النبوية المطهرة وهذا الكتاب غير حياتي غير طريقتي يعني في فهم السنة وفهم الاحاديث حقيقة كتاب رائع جدا قال لي اه اصول التفسير تجيب لي اصول التفسير لابن تيمية بشرط يكون تحقيق عدنان زرزور ومن الان انسى الكلمة الالهالية لان تحقيق عدنان زرزور ربما يكون حتى اقيم الكلمة من تيمية نفسه في هذا الكتاب والله كنت من حوالي سبعة ثمان سنوات في مؤتمر وكنا على طاولة واحدة والناس بتتعرف فاللي جنبي عرف نفسه عدنان زرزور قلت له هو انت؟ حكيت قال له قال لي الشيخ قال كده علي يا قلت له والله قال كده عليك قال كده علي كلامك يا وفي العقيدة الشيخ قارضاوي قال لي افضل ما كتب في العقيدة ايه بقى قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ نديم الجسر واحد جبت الحاجات كلها ما عادة قصة الايمان مش لايه خالص مش موجود عادت ابحث عنه بتاع سنتين مش لايه بقى ما جبته مستعمل من سور الاسبكية بربع جنيه وافتحه وليه بيكلم عن اثبات وجود الله ففي زيارة الشيخ بتاع السانة اللي بعدها ولا اللي بعد بعدها كمان روح تلو بتقول مولانا هو انا بقولك على نفسي مولحد ده انا ما سدقت لقيت الكتاب وليه اطلع بيكلم عن اثبات وجود الله قال لي من هنا نبدأ انت مسلم لكن الله يجب ان تقبل الاستمرار في انك عندك دين موروث انت وانت وارث هذا الدين وبتصلي وبتصومه كل حاجة لازم تحول ايمانك من ايمان موروث الى ايمان برهاني مبني على البرهان حاجة انا لا انس هذا الكلام حدا الكلام علم فيها في حياتي كلها وفضت علاقتي بالشيخ لغاية قبل ان يموت باسبوع نعم هي معلومة جديدة بالنسبة لي الله يرحمه جميل برهاني رحمة الله عليه الشيخ القرضاوي والشيخ الغزاري كانوا كأنهم لمبتين بنوروا لي حياتي لما انطفت لمبة الشيخ الغزاري بقي القرضاوي لما انطفت اللمبة دي كمان الحمد لله انا الحمد لله على كل حال الله يرحمه وما يتقبله ان شاء الله اذا لاحقا مرحلة التكوين للعالمي كيف انت طررت بعدين القراءة اه انا يبدو ان هولئيتي جديدين لدي بخيرين Fly able to make a in-life فا اه انا كنت قرأت اله الكتب الهله الشيخ ارضي بعدها حبيت ان انا انت بحقشة القرآن عايز ويقولك انا اول مرة اقعد اقرأ قرآن واتعلم تلاوة كان عندي 23 سنة ونصف من واحد تاب قبلية بسنة كان معانا في الجامعة وكنا بنجيبه في الحفلات اللي بنعملها يقلد الاصوات حتى ان فيه شريط مشهور قوي واحد بيقلد صوت انور السادات اللي ارحمه فهو الشخص ده اللي لما تاب بقى بقى صوته جميل جدا في التلاوة عمر الغراب الله يا رب يبرك في عمره مهنس عمر الغراب فهو اللي قاعد معي وعلمني التلاوة وسانا لما اكتفي بها قردت تعلم القراءات فروحت عند شيئخ في مطقة عند شمس اتعلمت قرأت وارش قلت ابدأ بوارش مرحبت اخد اجازة فعرفت ان في الشارع اللي ورايه على طول انا كنت سكنت فانية نصر كنت تزوجت في الشارع اللي ورايه على طول في اعلى سند في العالم اللي هو تلميذ الشيخ بكري التربيخي السوري الشيخ بكري التربيخي هو اعلى سند في العالم ده تلميذ اخلطه فروحت لقيت مين رايح يقرأ عليه برضو الله يرحمه الشيخ عماد عفة اللي بيسموه عندنا الشيخ الثوار اللي هو كان وقت قيام فورة 25 يناير كان رقب اتنين في دار الافتاقة المصرية بعد الشيخ علي جمع على طول بس وقتها كان لسه طالب صغير احنا لسه الدواء كان لسه في التسعينات فانا والشيخ عماد عفة كنا نتقابل كل يوم عند الشيخ عباس انور المصري رحمة الله عليه ننتظر دورنا عشان نقرأ ما هو فيه بتاع عشرة ننتظر كل واحد ننتظر دورنا لو انا قريت الاول بنتظره هو يقرأ وبعدين انا نتمشي مع بعض غيركب ويروح وانا اروح على رجلي عشان ده الشرع اللي وراي لهو ارى الاول بينتظرني وبعد كها بنمشي مع بعض فانا نشأت العلاقة بيني وبين الشيخ عماد عفة برضو على ذا الاساس فانا مهم لغاية ما اخدنا الاجازة بتاعتنا مع بعض بس هو شاطر هو اخدها في العشرة انا درست العشرة القراءات لكن انا لم اقرأ واخد الاجازة الا في ورش فقط وما بعدها بكم سنة اضطررت للسفر الى امريكا تمام تمام و objects وفي امريكا تعلمت دعوة غير المسلمين واحد انا في اي سنة بالبداية كانت اه في اول 2001 وهنا بالضبط مرحلة دعا سبتمبر يعني انت في البداية كانت انا حضرت امريكا الاجازة الامريكا الجديدة في السنة واحدة حضرت حوالي سنة الى ربع من امريكا الاجازة الى امريكا الاجازة سبتمبر نعم وبعد كده امريكا الجديدة له بعد حدار سبتمبر الفرق بينهم على فكرة في موضوع الاسلاموفوبيا ان قبل 11 سبتمبر كان الهجوم دايما على المسلمين لحد الشجرة يهاجم الاسلام المسلمين فيهم كده يا المسلمين كذا يا المسلمين كذا بعد حدار سبتمبر نتيجة ضخامة الحدث فالاسلاموفوبز او الجماعة اللي هم قعداها الاسلام تجرقوا اكتر وبعددهم جرأة اكتر على الهجوم على الاسلام نفسه. فبقى الخطاب العاكس يقولك المسلمين كويسين. بس الاسلام هو الوحش. القعدة هم اللي فهمين الاسلام عشان كده بيعملوا كده. فانت وصل ازاي? فبقى هو ده تحول الخطاب ده هو. انا ما روحت اشتغلت في مكتب النادوة العالمية للشباب الاسلامي. كنت مدير مكتب النادوة في امريكا الشمالية والوسطى. اها. في واشنطن دي سي. لكن كنت تحت معايا المكاتب بتاعت كندا. يعني يعني بيجي تحت ادارتي المفروض نشاط النادوة كلها. سواء في مكاتب او ما فيش. في كندا وفي امريكا وفي المكسيك وفي امريكا الوسطى كلها. جميل. في الوقت ده كان عانى في المكتب دعية مشهور او اسم يوسف استس. معروف. كان هو الناشنال يعني الدعية العام بتاع امريكا بتاع النادوة. فبقينا نستفيد من بعض الحقيقة. انا بي تعلم انه طريق الدعوة غير المسلمين. وهو كان يسأل اسئلة كتيرة برضو. يعني هو متحقل الى اسلام. فبرضو يعني كان بيسأل اسئلة كتير محتاج يعني اسئلة وكده. اه وكنا اه بنسل اتضاقة بيننا احنا الاتنين. لكن بامانة اكتر واحد انا استفدت منه. في الدعوة. هو الشيخ جمال بدوي. الذي يعيش عكسكم بالزبط هنا على الساحل الشرقي من كندا. في هاليفاكس. ان شاء الله هنروح له بكرة بالليل ان شاء الله. اه يعني ربنا يبارك في عمره. هو اه مصري خرج اعتقد في الستينات من مصر. وجيه هنا على كندا. فهو يعتبر من النود الحمر بتوع كندا يعني. اوائل الناس اللي جاءت كندا. سكوة الاصلين. سكوة الاصلين بتوع كندا. والحقيقة المسألة عنده ايمة على علم. يعني تعلمت منه سيكونز بقى انت ايه. هتدعو حد. هتدي هتسوق ادلة بان انت تبدأ بالقرآن الكريم. فاش تديه بحديث شريف كدليل الاول. هيبدأ بالقرآن. وبعد كده الحديث. وبعد كده اقول العلماء. وبعد كده كزا. وبعدين ازاي ان انت بتفاوت حد او ان انت بتناظر حد تاخده بالراحة. ازاي تستدرجه. ازاي. يعني انا تعلمت منه حاجة كتير جدا الحقيقة. لازالك لما انشأنا بريجز بقى. لما انشأنا بريجز بعدين. كان هو تاني اه رئيس لبريجز بعد دكتور مراد هوسلون. بس دي بريجز للسمن انشان هنوصل لها دي. حنجي لها. اذا الان مرحلة ادعى سبتمبر. في عندك قصة فيها ممكن. اه حلاش ع سبتمبر اه. انا ما كنت في اه وامي اولا الناديو الشعب الاسلامي. كنا بنحضر مؤتمر للمنظمات الغير حكومية في الجامعة في الامم المتحدة. وبرضا عشان المشاهدين يعرفوا الامم المتحدة قسمين. قسم هما يعرفوه اللي هو الجامعية العامة من الامم المتحدة ومجلس الامن. وفي قسم غير حكومي ده قسم كبير جدا اضخم كمان من قسم الحكومي. اه في بقى عدة عدة اه يعني اه اقسام. منظمات. منظمات. لا 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 منظمات. منظمات فيه ممكن خمسين ستين الف منظمات مشتركين. لكن فيه عدة اقسام. القسم اللي هو كان بيعمل اه مؤتمره كل سنة في عشرة و احداشر و اثناشر ستمبر اسمه دي بي آي دي بارتمنت اوف بوبليك او اه ادارة المعلومات العامة. حقيقة كده. كل سنة عشرة اثناشر اثناشر ستمبر. فلا حضرت بتاع سنة الفين. وفي الفين وواحد حضرت وكان معايا اتنين تانين. جايين يحضروا برضو ايه. بس هما جايين بقى ايه ايه هم مش عايشين في امريكا زي بقى. هما جايين بقى عبر المحيط يحضروا يعني. فاحنا حضرنا يوم عشرة ستمبر. وخلاص معنا الجدول بتاع المؤتمر. فتاني يوم اللي هو يوم حضرت عشرة ستمبر ده. اول متحدث عايزين نسمعه. انا تجري كويس كانت دكتورة مصرية اسمها نادية جندي. وكانت بتدرس فيه اه فاكري حادي النهاردة. اه جامعة اه ساوث اه اه كاليفورنيا. وكان معدى صاح 11 الصبح. احنا خلصنا فطار في الفندق. ساعة تمانية. فعنناها ثلاث ساعات فاضية. ودون السياح عايزين نتفرجوا. هتعملوا ايه يا جماعة? هنروح على المهم تحت لأ. عانناها ثلاث ساعات هنخلنا نتفرج بقى على نيويورك. طب عايزين نتعملوا ايه يعني. فوقعتهم قال. انا عرفت من حد من قريبي انه فيه في اله في البرجين اللي اسموهم اه مركز التجارة العالمي. اه دور بانوراميك كله زجاج من كل ناحية. بتدفع تذكرة تحت. بتطلع. لو الجو كويس بتشوف لغاية تاتن ايلاند. وبتشوف تمثال الحرية كمان. ونتصور يبقى جميل جدا. قولوا دي فجرة عيله قوي. خلاص. تمانية صباحا نزلنا. نوقف تاكسي. رايحين فين? مركز التجارة العالمي. مفيش تاكسي يوقف. عشر دقائق ايقى. خمسطاشر دقيقة. عشرين دقيقة. لأ الموضوع بقى مستفز. وانت لو تشوف منظرنا. يعني احنا عندها تلات تلات ساعات. وتحس ان البرنامج بتاعنا بيفسد نتيجة انا مفيش تاكسي بيوقف. فكنا كرهين جدا للوضع ده لحيانة. المهم قولنا يا جماعة يمكن الناس مش عايزة تروح الناحية دي عشان خاطر الترافيج كله ده وقتا بقى ايه الناس راح للشغل. طب خلاص يبقى تعالوا بقى نغير تعالوا خلاص نروح ايه? الامة المتحدة. روح نقولنا تعالوا ناخدها ماشي لغاية هناك. هي مش يعني بتاع بقى مثلا نص ساعة ساعة لربع ماشي. وحنا عندنا وقت. فاتمشينا. وندخل. الامة المتحدة نلاقي الناس كلها منتجمعها حوالين الشاشات. ونبص. ايه ده? ده سبحان الله. ده البرجين اللي انا كنا نبقى فيهم. الله يعني لو كان تاكسي. وقف من اول دقيقة. الحاجة حلو اول. سوف القدر. كنا هنفرح جدا صح? عسى ان تحبوا شيئا وهو شره لكم. احنا نحب ان كان التاكسي يقف على طول. وده شر ليه? سبحان الله. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خيره. احنا نكره ان نفتيش تاكسي يقف لنا. ونتأخر ده كله. لكن هو ده الخير. تنتهي الاية ازاي بقى? والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طول عمر الذيل الاية دي كان تعبني شوية يعني ايه انت لا تعلمون. يفرض ان القرآن يبقى يعني ايه? القرآن دقيق. ازاي لا تعلمون? انا اعلم حاجاتها. يوم ما عرفت ان جنب علم الله فيش علم. حلاص انت علمك صفر. اذا ورد مع علم الله. المهم. كانت كانت مفاجأة الحقيقة. كانت مفاجأة. في يوم ما بقى انا ايه? يعني من يوم انا كنت بدأت مشوار نتعلم الدعوة. بس مكانتش ناوي ان اتفرق لها. من يوم بقى ايه? الدنيا خدتني في الطريق ده. بقى عندي محاضرتين وثلاثة كل يوم عن الاسلام. بالتعريف بالاسلام. بالتعريف بالاسلام. قبل كده كنت ببعت يوه كل شهرين لما يجي لي دعوة اروح اقول كلمة في حتة. الان صار هم يطربوكم. انا ايش وقت. ما عندي انا انا بقيتها جدولهم بعد ثلاث شهور. صار فيه تعطش لمعرفة الاسلام. طبعا. طبعا. انا انسى الشهر الاول ده كمان بالذات. طبعا اللي حصل بقى. لما حصل كده. انا كل ده بقول ايه. انا حاس ان هو انا انسى جديد في البلد. وحاس ان في حاجة يعني في حاجة اسمها كذبة ابريل. اه فقلت يا شوفوا الدولة العظيمة. بيعملوا كده يعني ايه مقلب مع بعض. بس يبدو ان هم عندهم مش واحد ابريل. يبدو ان عندهم 11 ستان بيعملوا كذبة دي يعني. لغاية ما طلع جورج بوش على الشاشة كان ساعتها في مدرسة اطفال بيزورها. وقال الامة تتعرض لهجوم ارهابي. قلت يا شوفوا العظم. حتى رئيس الجمهورية مشارك. والله ما كنت مصدق. لغاية ما اعلنوا اخلاق مبنى الامة المتحدة. لان مش عارفين في طائرات تانية ايه في الجو. يعني في طائرة وقعت في فلادلفيا. وطائرة تانية نزلت في البنتاجون. فهم مش عارفين في ايه ايه الطائرات اللي برضو مختطفة. ومبنى امة المتحدة مبنى طويل. مبنى عالي جدا. فاعلنوا اخلاق. وطلقهم مش هيبوزوا المؤتمر عالفاطي. والله اعادت حوالي الساعة مش ميصدق. خرجنا الناس بقى بتجري في الشوالح. زي يوم القيامة سبحان الله. اه. شي مرعب. رحنا على الفندق وكان ما اخدنا معنا بقى ناس. اه مسلمين بيحضروا برضو بس اللحة طويلة كده عندهم اللحة طويلة وخايفين يحصل حاجة. وفندقهم بعيدة بعضهم عايش في يعني قاعد حاجز في نيوجيرسي. يعني ولاية تانية. هياخد مسلا ساعة ونصفة. خايف يروح. اخدناهم كلهم على الغرف بتاعتنا. في فندق. على بعض نصف ساعة من الام تحت. وقاعدنا. مرعوبين يعيني. كلهم جنسيات عربية وملتحين. وعملين بتفرجوا على السي ان ان بتفرجوا على كل حاجة. جوعنا. مفيش روم سيرفيس تطلب مفيش حد الفندق في حاجة. اللي عندنا كلها كيوس. في ناس روحت في ناس جريت على بيوتها. هتشوفت ولادها فين. مفيش حد يستجيب الفندق مش هتطلع علينا اكل. بشتون بصوا خليكم انتم. انا الوحيد اللحية بتاعتي خفيفة كده. انا هنزل. انا مشيشو حالة تاكل وجبها. يعني من اول ساعة كان في خوف من 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 سحنة المسلم في الشوارع. احنا كنا خايفين. انتو يعني توقعتوا هاد الشي. توقعنا. ولسه ما احد قال انه القاعدة. فيش ها خالص دس. فيش ها خالص دس. بس يعني في اللا وعي الناس متوقع. اه طبعا. خليبك ان هو ان مركز التجارة العالمي تعرض قبلها لمؤامرة وكان سيدرب. ودي القضية اللي راح فيها الرحم الشيخ عمر عبد الرحمن. نعم نعم. فكان في حاجة على المركز العالمي ايضا كان فيه مخطط قبل كده. فالمهم نزلت مشيت في شوارع نيويورك منهاتن. الساعة خمسة. مساءا. يوم هدر استمر. جبت اكل. فاجة كواس جدا. واحد كشميري. حلال فود. اشتريت اكل ورجعت لهم بيه. قدتهم الاكل قلتهم على فكرة انا سوكم على الحاجة. قالوا ايه. قلتهم الامور ماشية تحتها عادي جدا. اكثر من عادي. احنا في منطقة اسمها برودوي. دي كلها مسارح وسينمات وخمرات وماشي. قلتهم الناس بتدخل المسارح والسينمات وكل حاجة ماشية عادي. انا سمح الموسيقى بتدق جوه. يا اخي اتق الله يا اخي. قلتهم والله العظيم الناس عايش حياتها عادي. مش مصدقيني. هم عاديين بياكلوه. الساعة سبعة. طلع رودي جولياني اللي هو كان عمدة نيويورك في الوقت ده. اعلن اغلاق جميع المسارح والسينمات والا والكل الحاجات دي. ابتداء من الساعة سبعة من الان لكن لا يليق. ان يكون في ناس ميتة والناس مش عالفين يطلعها من حد انقاذ وانتو بتعمل. اه كان في حداد وقتها. ايوه فصدقوني الناس ان الناس كنتعايش حياتها عادي. طيب المطارات قفلت عشر ايام. فاحنا عايزين نرجع واشنطن لسيق. انا انا زوجتي واولادي هناك لوحدهم وليس صغيرين. ثلاث سنين وسبعة سنين. و ايه بقى? عشان اطمن عليهم. كان لازم اتكلم امي في مصر. و امي تكلمهم في واشنطن. وبعدين تكلمني عشان تضمني. لكن من واشنطن لنيورك التليفونات مش شغالة. الترافيك عالي جدا جوه امريكا. فالطارينا نركب. اه طبعا المطارات قفلت عندنا تذكرة طيران. بلنا وشربنا ماليتها. والطارينا نركب قطار بدون تذكرة لان الطابور على التذاكر ميلو نص. ركبنا نطينا في والطارينا عادي نرجع. رجعنا واشنطن دي سي فعلا. وهناك بقى لقيت موقف غريب. الناس جاية على المسجد غير المسلمين. النساء غير المسلمات لابسين حجاب. وبيقولوا احنا هنرافق نسائكم الى المولات. الحماية. عشان لو في متطرف ناوي اعتدي على المسلمات يعرف انه ممكن يكون بيعتدي على واحدة مش مسلمة. شيء رهيب. دعم رهيب للمسلمين. خلال شهر. نفس الناس اللي كان بتدعمنا. انا اسف يعني. كانوا ما يشوفونا يبصوكوا في الارض ويمشوا. بعد حضار ستمبر شهر. ايه اللي عمل كده مش حضار ستمبر. اعلام. بصبت. نعم. لو جلست قدام اي شاشة تتفرج على برنامج. اي قناة. قبل البرنامج هتشوف الطالبان اه بيعدموا ا 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 نوضح ايضا تلك الفترة ما كان في انترنت يعني. يا كاد لا يكون موجود. كان الانترنت ايامها دايالوب. مش كل الناس معها. وما في سوشال ميديا ابدا. فالتلفزيون هو تروفا جندا دائما. كانش في حاجة اسمها يوتيوب ولا الكلام ده خالص كان انترنت ضعيف جدا يدوبك عشان تبعت ايميل وبالعافية لو هتعمل خفيف كده وكان حاجة اتعبنعوي. لذلك كانوا قادرين على انه يتحكموا بالناس. بالضبط كده. صحيح. شوف الان قارن مع الان. كيف طفار الاقصى اغير. وكيف الان الشباب الامريكيين بدأوا يتظاهروا ويغيروا كل شيء. عارف اول سؤال جالي ايه بعد احداش سبتمبر. بعد عشرة يام بالضبط. كان يوم واحد وعشرين او اتنين وعشرين سبتمبر. انا كان عندي من قبل الاحداث. اه متجدول ان عندي محاضرة في الجامعة ازون جورج واشنطن يونيفورستي. اهم دمعة. في واشنطن. وفصل دراسي بيدرس اه مقارنة اديان. رايح اتكلم عن الاسلام. بقى لها ثلاث شهور دي اواخد المعاد ورايح. خمسة وعشرين طالب وخلاص. وقفاجأ قبلها بليلة. ويجي لي ايميل. ان نتيجة الاحداث واللي موجودة وكده. قلت بس هيعتذروا الحمد لله. انا قاعد. انا كل اي حد بيقولي ما تطلعش جاتي ما تروعش تديم حضرات. الجوم تنشن بتاع. نتيجة الاحداث. ناس كتير تريد ان تحضر. فاحنا نقلنا مكان المحاضرة بتاعتك. بقت في الاوديتوريوم الرئيسي. في المسرح الرئيسي بتاع الجامعة. خمسمائة شخص. جريت على المشايخ اللي موجودين. يا شيخ شاكر قلت لح انت. ها. وما تروحش. يقولي يا شيخ ممدوح. يقولي لا. وما تروحش. خايفين. يقولي ما هي ما تروحش. يا هي ما تروحش. لا يا ما نسيبش الفرصة دي. روحت الرائحة. اول مرة في حياتي اطلع لها المنظر دا والعادة دا. وانا جديد خالص. قلت انا مش هبص لهم. هتبرين في واحد بس قدامي ولا اثنين وخلاص. وديت حمد لهم محاضرة كويسة جدا. وقاما خلصت اول سؤال. لماذا تكرهوننا. فقلت ايه. اجاوب الاجابة المتوقعة. ونخلص. انا راجل الامجران توريسة مقدم على عندي ملف هجرة. عايزين اكل عايزين اكل عايزين اكل عايزين اكل عايزين بقى هناك. ولا الامانة تستلزم اني افيد الناس اللي جي احترمتني وجدت تعلم عن الاسلام. وبتسأل بامانة. لان انا قررت اني اجاوب بامانة. بتول ما انا سعيد الحقيقة ان الامريكان اخيرا ابتدوا يسألوا. هم ليه مكروهين. بس هم انتم مكروهين. في العالم الاسلامي والعالم العربي بس. انتم كامريكان تقدروا تمشوا في شوارع فنزويلا. قالوا لا. تم تقدروا تمشوا في شوارع باناما. ده هما كانوا خاطفين رئيس باناما. قالوا لا. تم كواه يسألوا. اذا. الانتي امريكان يعني المشاعر المعادية لامريكا موجودة في العالم كله مش بس في العالم العربي والاسلامي. ادي احواج اتفاقنا عليها. انت بقى تسألوا ليه. يبقى احنا هنعدل السؤال لماذا تكرهون انا مش مواجهة للمسلمين. مواجهة لكل الناس اللي بتكرهكم. ادي اول حاجة. الحاجة التانية. ليه. الاجابة. ما عرفش. انا ما عرفش ايه. بس. تعالوا نفكر مع بعض. يمكن نجد الاجابة. يمكن كل ناس او كل شعب مؤمن بايديولوجية معينة. مش ينشر هذه الايديولوجية. يعني مثلا الشيوعيين. مؤمنين بالشيوعية مش ينشر الشيوعية. الشتراكيين مؤمنين بالشتراكيين مش ينشر الشتراكيين. انتم مؤمنين بايه. قالوا الديمقراطية. انتم طب ليه. انتم بتسندوا كل ظالم في الدنيا. وكل ديكتاتور في الدنيا. هل يمكن عشان كده الناس بتكرهكم. شايفينكم منافقين. بتقولوا كلامه وبتعملوا غيره. ما عرفش. واسكت. هيقيت لك. انا بقى يا اعباء الان جدا. او. راح قايمين وقفين. بيسموا استاني اوفيشن. يعني. كل قاع وقفت. ما عدا خمسة ستة قدام كده. وقفين. ما عدن بصين لي كده. ايه. اه. اجبناك. حدث ازاي. لكن قعدوا ثلاث دقايق تقريبا قبل دون انقطاع بسقف. وقعتوا الله طب الحمد لله. فجي كانت النقطة اللي شجعتني. انه الناس تريد انها تصحى. وتفوق. وربنا اخد العهد. على الناس اللي ربنا اتاها. اه 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 اه. بعض العلم او حاجة كده. انهم يبلغوا ولا يكتبوا هذا العلم. فنويت ان انا اكمل. اليوم ده. وكملت. جميل. حصل لي بقى حاجات كتيبة بس عندها بش وقت بقى. طيب. في ايه نقطة واحدة بس ممكن تحكي لنا ايها كيف خرجت من امريكا. اه. واللي كان له علاقة بنفس الموضوع ايضا. بالتضييق على المسلمين والمشاكل اللي صارت. بس يا سيدي. بعد 11 ستمبر تم التضييق على كل المنظمات الاسلامية في العالم. ومنعت المنظمات الاسلامية في العالم العربي من تحويل ارش خارج البلد. تمام. فبقت المنظمات دي. عندها مكاتب. المكاتب بتختنق. مش عارفة تدفع الاجارات. مش عارفة تدفع الرواتب. النادوة كان عندها حوالي استسليم مكتب. احنا احد المكاتب. بس انا متسجل كمنظمة امريكية ايضا. وعندي الموافقة بجمع التبرعات. فجمعت التبرعات جوه امريكا. الاول مرة بقى منظمة سعودية تجمع جوه امريكا ده وجمعنا جوه امريكا برعات الحمد لله. دفعنا الرواتب. دفعنا الاجارات. طبعت مليون وربع مطبوعة دعوية كمان. فالحمد لله مش معملاش مشاكل. بس اتكلمت كده مكتب جدة. طولهم انا بس عايز اعرف بقية المكاتب عامل ايه? قالوا لي عايز تعرف? طولهم اه. قالوا لي حط ورق كفاية في الفاكس. فاكسات بتعمل بالفاكسات ايام احنا. حاضر. عطيت ورق كده. جالي فاكس سبعة وسبعين ورقة. معرفة شنام. كم ده كان سنة الفة? في نصف الفين واربعة. معرفة شنام. الا لما الاخص السبعة وسبعين ورقة دول في اربع جداول. الجدول الاول. جدول باسماء. ملاجئ الايتام التي اغلقت. نتيجة عدم وجود المال. الكافي لدفع الاجارات ودفع راتب الناس ودفع وهكذا. وعدد الايتام قدام كل ملجأ اللي بقوا في الشارع. ياه. اسماء المدارس التي اغلقت. وعناوينها وتليفوناتها وعدد الاطفال التلاميذي اللي بقوا ما بياخدوش ما بيروحوش مدرسة. عدد الوجبات التي لم تقدم في ظرف الثلاث سنين اللي فاتت دي من ساعة من اول الفين وواحد من اول الحزرة بتاع تحويل الفلوس لغاية الفين واربعة. احزونا كانوا حالي عشر مليون واجبا. لم يقدم. لناس بتاكل اللحمة في المواسم. مستنين احنا نديها لهم. ما كانوا هاش بقى لهم ثلاث سنين. الجدول الرابع كان قصير كده لها الناس اللي بتعمل الدكتوراه وماجستير. واحنا بندعمها او يعني بنرعاها. دول رجعوا بلدهم خاصة مع موش. داي. مهم. ها احنا الجدول دي. هنقدمها. ها حاولت اتكلم الناس دي. رد علي مدرسة بنات في كابول في افغانستان. قالوا لي والله احنا اتعرفنا عليكم في الستيت دي بارتمنت في واشنطن دي سي. يعني الوزارة الخارجية الامريكية. اللي كان بيرقصها في ساعتها. والوزير كان اسمه كولين باول. هما اللي معرفين على الندوة. وانتوا قلتوا علينا احنا هندفع لهم هنمولهم. كنتوا بتدفعوا الايجار ورواتب المدرسين. وعمروكم اتدخلتوا في العملية التعليمية. بس بقالكم كزا سنة ما بتدفعوش حاجة. اتطلنا نقفل. بتقدروا تبعتولي جوابات بالمعنى ده اه. هخلي البنات يكتبو لك. المدرسات يكتبو لك. وانا هكتب لك. جالي 13 جواب مواجهين لكولين باول. اللي هو وزير الخارجية الامريكية. دير ميستر باول. احنا رجعنا ما نتعلمش تاني زي ايام الطالباء. ولما سألنا الندوة اللي كان بتدفع الايجار والرواتب. ما بقيتوش تدفعوا ليه. قالوا اسألوا الامريكان فاحنا بنسألك. وعملنا جواب لجورج بوش. وجواب له لكولين باول. وجواب لجون سنول اللي هو كان وزير الخزانة. اللي هو مسؤول عن موضوع الفلوس والتبرعات والكالدقون. وارسلتها. وقعت عليها وارسلتها. جالي رد وقح جدا. من بيط لبيط. ومن الخزانة. كولين باولو بردوش. لكن الانتين وردوا اقح جدا. نحن نصفق للحكومة السعادية على هذه الاجراءات التي تمنع لنا عشان تمنع وصول المال للارهابيين. انا بقى الدم طلع فينا فوقي. ما عرفش عندي ايديش دي لسه. بس دي اللي ايه الاندفاع. روحت بقى تنفستي جدا. روحت اخت جوابتهم. وحطت عليها جواب لكوفي عنان. وجواب لرئيس مجلس الامن. وحضرتي طلع حرب امريكا في الامم المتحدة. روحت سلمت ده ده صناعة الارهاب. الولد بقولوكو ياتيم. المالجي اللي بينام فيه قفل. والمدرسة اللي بتعلم فيها قفلت. والوجب اللي كان بياكلها ما بياخدهاش. ده هيطلع ايه رائد فضاء. كده على طول. ده في جواب. بس. قبل ما ارجع من نيويورك. كانوا الاف باي بيختحوا مكتبي. اوه. احد دي حاجات بقولها النار بقول الاول مرة. ما في حل وسط يعني بها المرحلة كانت. خلاص حالة الطوارئ كانت. احد لها. احد لها. واعتقلوا واحد. من اللي بيشتروا معي. اوه. وانا عشان اهلا مضي جواباتي انا تثبت. اللي مرضيش يمضي اتاخد هو. المهم. استعملنا شوية لغاية ما خرج. ومشي. اترحل هو. على بلده. و. لقيت اتصال جايلي. من واحد في الجالية. مش محبوب قويان. لانه بيشتغل مع الحكومة دايما. الناس مش 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 مطمئنة له. لقدوا بتكلمني. قال لي ممكن اقابلك وتتفضل. قابلني. قال لي بص. انت عرف ان انا بيني وبين المشايخ والائمة وكده حزازات ما بحبهمش ولا يحبونيش. بس انت انا بحترمك لاني قعدت مع مش عارف صحفي بتاع الاسوسيتي بريس اسمه ماثيو. وليقيت وما قاعد معاك وبعدها اسلم. فانا بحترمك انت بصراحة. ماشي. عايزي. قال لي انا مبرح كنت في مكتب وزير داخلية. جون اشكروفت. اسمعت اسمك. طولي اسمينا ولا اسمينا دو? لا اسمك انت. فانا بجيز تأذنك اني اتدخلك. طولي اتدخلي. جي تاني يوم كلمني. قال لي ممكن اتقابل. طولي يالا نتقابلي. قال لي انا قعدت مع النائب بتاعه تلات ساعات النهار ده عشانك. قال لي بيسألك. انت ما سألتش نفسك. بقى لك اربع سنين ونص هنا. ما خدتش جرين كارد لسه ليه. ده بيطلع في سنة ونص. سألت نفسي بس ما عرفش ليه ما خدتوش. قال لي بيقول لك لانه بعد جرين كارد بسنتين تلاتة هيبقى معاك جنسية. هما لا يمكن يده جنسية لحد لاسقه في ولاقه لامريكا. قالوا انا عندي ولاقه الامريكا. ممكن تقول لي اثبته ازاي? هاللباس برافو عليك. حضرتك في صلاة الجمعة. اللي جاي انا كنت كنت امام الجامعة الامريكية في واشنطن دي سيا. فكنت بصلي الجمعة في الجامعة الامريكية في واشنطن دي سيا. فخبة الجمعة في كده جملة هتقولها. زي ما هي كده. وبعدين يوم الجمعة ساعة اربعة ونص بيبقى عندك برنامج في الراديو. على سبعمائة وتلاتين اي ام انا فاكر الموجة. اه برنامج اسمه دعي القرآن يتكلم. هتقول نفس نفسي الجملة هي هي. يوم التلات. عندك برنامج. في القناة تلاتين. في التلفزيون. هناك تلفزيون محلي بتاع المنطقة الواشنطن متربوليتين اريا. يعني القناة دي بتتشاف في واشنطن وفي ميريلاند وفي فيرجينيا. هتقول نفسي جملة هي هي. اسبوع هيكون عندك الجرين كارت. وما هي الجملة? تقولوا لحقني. اديني جملة بسرعة. اهل يبرافو عليك. حماس منظمة ارهابية واعضاء حماس ارهابيين. حماس? ايوه. في الفترة نفسها يعني. بالصبع. عجيب. اه. وياك تجيب سيرة الاحتلال الاسرائيلي. لانهم مش هجيبهم اجابتها في الموضوع ده. لما بتسأل عن عملية الاستشهادية سلاش انتحارية. بتقول ها وحشة ما بحبهاش. لازم توقف. بس عشان نوقفها. تعالوا نشوف الاسبع بالجزرية. وتقوم واخد الجمهور معاك كده. وتبلفوا. وتطلع لهم الاحتلال الاسرائيلي هو السبب. فلازم نوقفوا الاحتلال. عشان توقف العملية ده. لا يا حبيبي. هتقول الجملة دي زي ما هي كده ومش هتو دين اسرائيل. طب او انا كده بزبط ولائي لامريكا ولا الاسرائيل. وانا مقدم على هجرة فين. قال لي الله هو انت مش هتقول. تقول لا 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 استنى بقى استنى بقى استنى بقى استنى بقى. انا بس ايه انا قلت لي بقى حلص يعني ايامي اصبحت معدودة فانا عايز اكسب وقت. انا مش عارف عامل ايه. مش عارف عامل ايه. طب بس انا انا بس بقولني يعني لو مرة واحدة كده. والطوم بتاعي تغير كده فالناس هتشكه. فانا محتاج وقت للتدريج كده لشانا. قال لي ما عندكش وقت. لو مش الجمعة الجاية قلت الكلام ده. بالكتير اللي بعدها بعد كده انا مانش اي حاجة. ماشي خلاص ماشي. طلعت على المحاملين بتوعيد. قلت له. قال له خلاص. فهم اجيبوا لك من الاخر. هتقول لي كم ده لا. لا يمكن. لا يمكن. انا حتى مش فلسطيني يعني حتى مفيش مش وارد ان انا اكون معوض في حماس يعني. فده ما قصد بيدي ده الازلال. ده ازلال. لا 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 مش هعمل كده. قال له خلاص. مش هعمل كده. يجب من هنا. عالمطار. تشتري التذكرة في المطار وتطلع. ودي كانت نهاية فرقة عزيزة المصرحية. على طول. على طول. كان زوجتي وولادي في مصر في الصف بيستعدوا للرجوع بقى يا امريكا عشان المدارس هتبتدي. بعد عشرة تيام. يعني لسه في حياة كاملة يعني في مدارس وبيتك وسيارتك. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. كل حاجة. لا لا حاجة مش يعني 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 في بقى اصدقاء. امو بقى 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 الحاجة بتاع. بسهورك الحاجة غريبة اوية. انا كل ما امشي من بلد. بمشكلة احيانا بيرقى في حاجة ليه علاقة بالبيت. او ما جوزت. قعدت بقى حنطف في البيت الجديد بقى وبتاعه والشقة الجديدة بتاعتنا وكان ده كله. وانا قعدت كده اه بعد ما خلاص بقى يتفرشت تماما. وابتها ازاي ايه صاحبي فلان عامر جيه كندا. وصاحبي التاني اللي راح باستراليا. ازاي نتسيب بلدها كده وتسيب اهلها وتسيب النادي وتسيب اللي مش عارف ايه وبتاعه. وتروح يتب ايه ده كده. والبيت اللي هنبيع عاملين هنا بتاعه. فاتش 24 سنة على التفكير ده. كنت بره. الله. في امريكا بقى. احنا دسة عميني حسابنا احنا هنرجع مصر ان شاء الله بس بعد ما انبسطنا في امريكا وحسن امريكا حلوة. والجو بتاع المسجد حلو. والجو بتاع المدرسة الاسلامية رائع. والولاد بقى لهم اصحاب. واحنا امبساطنا بقى. اعملت ايه بقى? واحتفاكك عن جيبي وجبت عربيتين كويسين. ايه. انت جاب عربية مؤقتة. عشان في ايه وقت هتباعها وتمشي. ما تخسرش فيها كتير لا لا جبني عربيتين كويسين بقى كده كده. وفرش وعفش محترم بقى خلق ما احنا عادين بقى. مستقر نعم. تك برة على طول. نفس الكلام ده حصل لي. بعد كده التاني بورس مصر. عادتها بصبب بقى في بيت جديد بنيته وبتاع. والله يا حلوة جت. مفيش سنتين. هذا القدر نعم. لا انا عندي رسالة حاسس بها. بيتك مش هنا. لو دي الرسالة كويس. عبر سبيل. اه. بالضبط. بالضبط. والى مصر ولا الى بريطانيا في هالفترة. لا لا روحت على مصر. على مصر. عدت في مصر. ما بيشت من مصر. قلت انا في بريطانيا ومش عايزة ازبط البيت خالص. قلت زيب البيت ده بقى زي ما هو. ما في استقرار. اه. سيبه مؤقت كده. الحمد لله. على الحمد لله خلاص. متى روحت بريطانيا بعدها? لا روحت بريطانيا في اخر الفين وثلاتتاش. اه في فترة. اللي حمش نكلم فيها. نعديها اذا. اه نعدي هذه. ننتقل فورا للمحور الثاني نجينا الان موضوع جسور. مؤسسة جسور. والان النشاط دعوي مختلف. يعني انت كنت الان في مؤسسة كنت سابقا في مؤسسة تابعة لحكومات وفي الها بريستيج معين. انت عارف يعني. فالان انت حر. وهكذا يفترض يعني. فعندك مؤسسة انت قائدها الان. وانت اللي بتحط رؤيتها وانت اللي بتشتغل فيها. طيب اتحدث عن جسور على طول. رجعت امريكا. من امريكا على مصر. اعمل فيها. انا في حال التوهان. وانا كنت اتعودت على دعوة غير المسلمين. انا كنت انا اديت بريزنتيشن عن الاسلام في الكونغرس. عملت علاقات انا اديت بريزنتيشن عن الاسلام في الكلية العليا للاركان في البنتاجون. يعني عندي حتى جوابات شكر من انت هي. كنايس اه كله. فانت حولتها دعوة غير المسلمين. ورجعت على مصر. المكان اللي فيه بقى فتن طائفية. وممنوع الكلام في الموضوع دوه. عشان الموضوع ده حساس جدا. واللي بيفتح بقه بيلبس اصدراء اديان. بقى. يعني مفارقة فعلا نوقف عندها يعني. انت في امريكا وفي ظل دعاية سبتمبر وعندك قدر على الدعوة اكتر من من بلد مسلم. طبعا. البلد اللي انا فيها بالذات عشان خاطر موضوع الفتن الطائفية. مفيش دعوة غير المسلمين فيها خالص. خلاص. لا ده حد يدعوة حد يدعوة يعني عشان بس يمسخ الموضوع. صحيح. اعمل ايه مش حالف. جالي دعوة. اطلع على اه معرض الكتاب في فرانكفورت. اللي كان معمول في اول 2006 او اخر 2005 مش فاكر. عادي يعتبر من اكبر معرض الكتب في العالم. وكان معمول على الشرف العالم او كان الموضوع بتاع المعرض هو العالم الاسلامي. ده اللي يوسف زيداني تكلم عنه قريب من اسبوع. لما كان بيرد على علاء مبارك. قلت بنسأل ست والدتك. لما انا كنت موجود في معرض بتاع فرانكفورت. اللي كان معمول على الشرف العالم الاسلامي. وقعب بعمل مش حاف ايه. وجات. قلت انت تشرف. ده المعرض ده. كان ده. كان كل الناس كبار هناك. ففي المعرض ده قابلت دكتور مراد هوفمان. اللي هو كان. سفير. سفير المانيا في الجزائر وفي المغرب. واسلم. واصبح من اكبر المفكرين الاسلاميين. فقابلته هناك. الله يرحمه. حكيت لقطور انا عندي بس عايز اتكلم معك في الموضوع. خدناها خدته على جنب. قطور انا وضع كذا كذا كذا. واضطررت ان انا اترك امريكا. وانا ادمنت دعوة غير المسلمين. وفي مصر مش هينفع. قال لي خلاص. اعمل مؤسسة. والمطبخ في مصر. واشتغل حول العالم. ما تعمل حاجة في مصر. اتا فكرة طب معايا. قال لي معاك. فهو اول رئيس لمؤسسة الجسور. دكتور مراد هوفمان. اه هوفمان نفسه. على فكرة معلومة جديدة هي كبه. دكتور مراد هوفمان. اول واحد. وكان معانا في مجلس الامناء. اه دكتور جمال بدوي. ماشا الله. والاخت ايفون ريدلي. الصحفية اللي اتخالها الطالبان. معروفة. اسلامة عليها الطالبان. معروفة نعم. على فكرة وينها يا ريدلي الان? موجودة. موجودة صديقة يعني موجودة معانا في في انجلترا. اختفت شوية. كبرت. كانت نجمة في تلك الفترة. طبعا. طبعا. دي دي صحفية بريطانية. قدرت تدخل افغانستان والطالبان يعتقلوها. اقتقتلت خلاص هتموت. لقوهم. لقيتهم وقفوها. بتاع ساعتين. عشان يجيبوا امرأة. تفتشها عشان هم واحدش فيهم يلمسها. وبعدين عملوها كويس جدا. قلت بس انها اغتصب وهتبهدل. ويعتبروني اما ولا حاجة. عملوها كويس جدا. ودوها مصحف. قلولها اقري. بالانجليزي. وبعد كده لما اطلقوا صراحها. قلولها. احنا كل ما نتلوه منك. نتقولي الحقيقة. بس خلاص. اسلمت. جميل. يعني. يعني ناس متعرفش. هي كانت منجوزة واحد مسلم. كانت منجوزة واحد مسلم. وما كانتش اسلمت. ويمكن بسبب. كانتش اسلمت. يعني دلوقتي هي منجوزة واحد تاني جدا. خلاص يعني. واحد كويس دلوقتي يا. بس ايامها كانت منجوزة واحد تاني خلاص. ممين. اذا ما شاء الله استقطبتم يعني شخصيات كبيرة. اه لا 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 لا. الاخو بيعمل في يعمل. اعملت صلاة جدا. وعملنا بقى من اساسا محتربة جدا. زميل. وربنا يرزقنا بايه. الرسوم الموسيقى للرسول عليه الصلاة والسلام في 2006. كان حدث كبير ايضا. حدث كبير جدا. وعملنا مؤتمر للصحفيين الدنماركيين فقط. ومش معلن ومش هداف. في الوقت دا كان الناس عملها تروح وتعمل مؤتمرات وتقابل وبتاعه وناس وناس كبيرة وبتاعه. لكن احنا عملنا حاجة فقط لعشان نحاول نحل المشكلة داي. تروح للدنمارك يعني. طبعا. طبعا. عملنا مؤتمر في الدنمارك حضروا 220 تقريبا الصحفي دنماركي. في عز الأزمة. كان بعد مؤتمر عمر خالد بعشرة ايام. بعشرة ايام. انا فاكر عمر خالد راح مع طارق سويدان والجفري وقتها. لا لا لا. هو كرة في براحة لوحده. يعني عندك حمزة يوسف راح. طارق سويدان راح. الجفري راح. عمر خالد راح. وراحوا في محاولة من الدنماركي لحل المشكلة مع العلم الاسلامي. فكانوا بيجيبوهم. يكلموا ويمشوا. على فكرة بس الشيخ القرضاء والله يرحمه كان معترض على فكرة انه الدعاء يذهبوا اليهم. انتو اخدتوا رأيه او اعترض او كان في. لا انا ماخدش رايح حد. انا مش رايح مؤتمر عام. انا رايح مؤتمر خاص بس بالصحفيين. حوار. حوار مغلق يعني. اه حوار مغلق. وار مش بانتقدهم على فكرة على اللي عملوه دوة. لكن اللي اتعمل اتعمل غلط. الحكومة عايزة تحل مشكلتها مع العالم الاسلامي. والدول دي فيها محاسبة. هتحصل بعد كده. فهيتحاسب الناس اللي تسببت في الازمة ده هي. فكانوا هيعملوا هياخدوا آآ كبشي في ده. الاقمة بتاع الدنمارك. الستة اللي طلعوا عرفوا العالم باللي بيحصل في الدنمارك. موضوع كبير اوي اوي اوي. ما كان فيه بعدين. مش خافت ومساة جرسول دلوقتي ماشي. لما حصل الجو بتاع الدنمارك ده وعملنا مؤتمرنا ونجح وكام ده كله. رجعت مصر. لأ امرا بقول الكام ده. ركبت الموجة بتاعت الرسول الموسيقى. والعالم كله الاسلامي عايز يصحح صورة الاسلام. ويصحح صورة الرسول على السلام. فعملت اعلان. اذا كنت بتشتغل في شركة بترول. او في السياحة. او انت طبيب وبتروح مؤتمرات. وبتتعامل مع غير المسلمين. تعالى نعلمك how to present اسلام. كيف تخدم الاسلام لغير المسلمين. الدورة التانية. تعالى نعلمك كيف ترد الشبهات وتجيب على اسئلة غير المسلمين الصعبة. والدورتين بالانجليزي. احنا مش بنستأدف المسيحين مصريين. حلو كده? جميل. بس خلص. بالدورات في مصر. الدورات في مصر. نعم. كل اسبوع طربنا الاف. ما شاء الله. من كل العالم الاسلامي يمكن. انا كنت بس. يعني انا كنت. الحمد لله انا ديت في 25 دولة. جميل. من ضمنها حتى جنوب افريقيا. قبل اه كانت عمل اه كانت عمل اه اه حملة دعوية كبيرة في كاس العالم في جنوب افريقيا 2010. انا كان بقالي السنة بروح 8 مدن بتاعة كاس العالم. بدرب هناك ناس. ماشي? فانا كنت بشتغل في حتة دي هناك. لكن انا عايز اقول ان في مصر. فقلب ما هو ممنوع انك تعمل كم ده عملناها. ده لك انا بقوله. اللي عايزة محال هي قدر اعملها. بس تلاقي الطريقة كيف. بالضبط. بالضبط. تقول لك الحاجة بقى. انا مش تغلت تحت رعاية مين? يفطر تترفع? مانا برضو قاعد الان خايف ان ايه يخوش على الان الدولة. اللي يفطر مرفوعة. تحت رعاية فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. ده بيحميني. مش كده? هو الرجل بياخد كريد برضو. ده من العالم كله هو الرجل بيشارك في تصحيح سورة الاسلام. بس خلاص مرفع متبدا. نعم على فكرة الفطرة هي كل الحكومات العربية تقريبا حاول تركب الموجهة. انت فاكر الامارات كيف عملت مؤتمرات لحب الرسول. فاكر كيف كان. ده مؤتمرات. انا انا رحت مؤتمرات في الخليج. جابتلي اكتئاب. اسمها مؤتمرات النصرة. النصرة العالمية هو ننصر الرسول على السلام. وكنا بننصر الرسول على السلام باكل الجنبري اللي هو القريدس ده. تلات مرات في اليوم. وفيها. المؤتمر معمول متكلف. وخمسمية واحد جيم من كل حتة انحاء العالم. درجة اولى. شوف بس التسجيل ترامب كمه? واخر يوم. نجمع تبرعات. لخمس مشروعات دعوية. ميت جيم علاج تلتمية الف دولار الخمسة. فكانت مسألة كلها مسألة شو? تصوير. الناس بامانة كثير قوي استغلوا موضوعه. حب الرسول على السلام. في المنظرة. صحيح. للأسف. انا كنت انا كنت تقريبا نويت انا ما احضرش حاجة دي بقى خلاص تالي. ده دي مسخرة انا اسف يعني. عشان خاطر يتصرف في مؤتمر زدوة. على الاقل. عشرة خمستاشر مليون دينار مثلا. والامير الفلاني تحت رعايته. والملك الفلاني عامل مش عارف ايه. ومش عارف مين ايه وفي الاخر خالص. وقت الجد المشروعات الدعوية اللي هتصحة صورة الاسلام. ما يجمعناش تلتمية الف دولار? انا اسف. احنا يا جماعة نبتر من كده من الفقراء في مصر. اقسم بالله اني لما كان يبقى عندي ازمة ومش عارف اعمال تلت افلام عن الاسلام الحمد لله. لما يكون في فيلم مش متمول كويس بعمل اعلان. يا جماعة تعالوا خدوا الدورة مجانا. والتلتمية جنيه اللي بتدفعوها ديها هدخلها في الفيلم كأنها تبرع لكم. فاللي ببقى ما يدفع تلتمية للدورة هو بيدفعها للفيلم. تبرع. وانا بديله بتاعه وخلاص. فانزل والله كان بيبقى فيه بركة رهيبة في الفلوس القليلة القرش بتاعت الفقراء دي. والطالب اللي بيحوش من مصروفه عشان يدينا للفيلم. عندي اكتر فيلم والله يمكن فوق 8000 شخص اسلمه. ده في الايميالات اللي جايالي وفي المسجيات اللي جايالي. على مدى طبعا 15 سنة دلوقتي لكن الفيلم ده معمول بكاميرا صغيرة جدا هندي كام ومستوى تحبان جدا لكن الفيلم فيه بركة رهيبة عشان التكلفة بتاع تغطاها فقراء. ما شاء الله. الحمد لله. فدي نقطة انه في النقاء خالص هي دعوة ربنا. انت هتج يعني هتخلي نفسك من اللي ربنا بيستغل ربنا بيستعملهم في دعوة الناس ولا لا الدعوة شغالة شغالة بك او من غيرك شغالة. طيب نعطي فكرة الان للمشاهدين المستمعين عن اهم مشاريع او جسور. بعد ما انتقلت لبريطانيا وصعرت مؤسسة دولية ما شاء الله. لا احنا طبعا كنا قبل كده متخصصين فقط في اه تدريب المسلمين كيف يقدموا الاسلام لغير المسلمين ويتعاملوا مع الشبهات وكده. ضربنا حوالي تسعة عشر الف وخمسة عشر دولة. لكن بعد كده بدأنا نركز على التربية الايمانية والتربية الروحية. وتدبر القرآن. وده لان بعد الظروف اللي حصلت في مصر. بعض الناس اللي كنت انا باعتمد عليها في انها تقدموا كده. لقيتهم انحازوا مع الباطل. فقلت لا مش ينفى خلاص. احنا بعد كنا نعمل تربية ايمانية وتربية الروحية. ولما الناس دي تبقى بني قدمين. نبقى نعلم الدعوة. مش عالم حيوان الدعوة ابدا تاني. خلاص من دوع خلص. كان مكان متصرح. في دماء وفي قتل. طبعا مش لا يمكن خلاص ده خلص. فبقيه تركز على التربية الايمانية والتربية الروحية. وتدبر القرآن بعد كده. والحمد لله ربنا كرمنا ترجمنا القرآن الكريم بالقراءات العشر. نعم. الترجمة الوحيدة بالانجليزي قد عشر. كنت فاكرناها الترجمة الوحيدة في العالم في اي لغة. وفجأت ان في حد سبقنا. مسلمين اليابان. تخيل. اليابانيين المسلمين هم اول ما انترجم اخوان من القراءات العشر. باعك احنا. لان هذا الكتاب في كل القراءات? في كتاب واحد. العشر قراءات. العشر قراءات. طبعا القراءات اختلافات القراءات نوعين. نوع اختلافات ادائية. مش لا تؤثر في المعنى. دي ما اقدرش ما مش هي في فرق في الترجمة. مش من ترجمها يا ما فيش فرق. نعم. يعني مدود ميول حاجات كده. نعم. لكن في اختلافات آآ نحو صرف تؤثر في المعنى. في المعنى بالضبط. ويضيق صدري ويضيق صدري. مسلا. دي التؤثر. فدي اللي احنا ترجمناها. حقيقة ربعمية وخمستاشر ربعمية وعشرين. اختلاف يؤثروا في المعنى. دول موجودين في الترجمة دي. انا شفت حضرتك اسمك في الغلاف يعني انت اللي اشتغلته ولا كان في فريق. لا انا طبعا فريق طبعا. نعم. طبعا طبعا طبعا. انا مش متخص في الترجمة. نعم. لكن انا كنت بقول بالدور الشرعي بتاع التفسير والتدبر وهذا. المشرف يعني والمحرر. بالضبط. طبعا. لكن معايا طبعا لغويين. معايا السيدة فاضلة دكتورة اهالة اللي ربي بارك لها. هي اربع سنوات يوميا بتشتغل معايا. اه بالساعات. ان شاء الله. هي في مصر وانا يعني في بريطانيا وبنشتغل من 10 الاثناشر ساعة يومين على الال. اربع سنوات متوسطة. الحمد لله. الله يبقى. ما خلصنا. وبعدها دخلنا في الكوفيد. ففي الكوفيد بدأنا التدبر. والحمد لله ربنا كرمنا وتدبرنا القرآن كله. وكان معنا الاف. على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والكلاب هاوس. وخلصنا دون توقف بفضل الله في الف وعشرة حلقة. في الف وعشرة ليلة. يعني ثلاث سنوات الا شهرين. ان شاء الله. هي يعني زي دروس مباشرة. لايف. لايف. تدبر. بص انا عمدي. من الحاجات اللي بعتز بيها الحقيقة. دورة اسمها مفاتح التدبر. لان احنا في التربية الايمانية كنا نقول لناس دا من لازم تتدبروا القرآن. لازم تقرأ قرآن بالتدبر. بس ما حانش قال لناس هو ايه التدبر. فانا عكفت على كتب التدبر. خاصة كتب الشيخ حبنكة الميداني. اه ماشاء الله. ورحمة الله عليه. وعملت دورة اسمها مفاتح التدبر. الدورة دي. التطبيق بتاعها احنا بقى ايه نحن تدبرنا القرآن كله. بفضل الله بعد كده. وانهاردة هي بتترجم انجليزي. ترجمنا اتناشر جزء لحد الوقتي. لوقتي النهاردة. جميل. وفي تريد ان جزء فرنساني يخلص كمان. ما شاء الله جميل جدا. الحمد لله. الان ملف الالحاد هو اللي حضرتك اشتهرت فيه. يعني لا يذكر اسم المهندس فادر سليمان الا وفورا نتدفع الالحاد. وتماما الاستهداف للشباب والاطفال. وفي جيمز انتو ما شاء الله كنتم تقدمي فيه يعني. اه. كانت مبادرة جميلة. طيب نحكي ايضا للمشاهدين. اخي اقول لك على حاجة. في احدى الاخوات اللي معانا في بريتجز. مدرسة. في احدى المدارس الدولية. في مصر. دخلت. خلت الولاد والبنات يطلعوا اه اوراق. ما يكتبوش اسمائهم عليها. ويكتبوا كل ما في بلهم عن الله. عن الاسلام. غلطتها. يعني لما جمعت الاوراق نظرت فيها في الفاصل. ما انتظرتش لما ترجع البيت. فاغم عليها. او. اغم عليها ما كانتش تخيل. تخيل مسلا ايه? خمسة في المية عندهم مشكلة. لا 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 لا. تسعين في المية عندهم مشكلة. مشكلة كبيرة. كم من الاعمار كانت? كان سن اتناشر وتلاتناش سنة. اللي كتبو ده كله بقى ستين حلقة اسمها اسلاموفوبيا. عندي حلقة اسمها اسلاموفوبيا عربي. وعملتها انجليزي لما روحت انجلتها ربعا. فعشان كده ببدأ يمكن اسمع في موضوع الحاد ده. ولكن بامانها. ملف الحاد عندنا شغال في ناس يعني مسلا اهم واحد عندي في شغال فيه اسمه الدكتور احمد جلال فؤاد. اه دكتور احمد. دكتور احمد. ماشا الله. صديق لي معروف. وانا يعني احنا يعني احنا اللي قدمنا دكتور عمر الشريف. اه. 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 واخترفنا معا بعد كده في حاجات لكن. المهم يعني انه انه كان هو ده اللي بنعمله بقى. وقتها انا اللي يهمني انه كافة الالحاد بقى طريقة. اه. جينا بعد كده قلت ايه. انا بقى 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 25 سنة بقى مع ايه. ايه. ايه لثابت الدين. فانا متجمع تحت ايدي قائمة بالاسباب التي تسبب الالحاد. وجينا من حوالي الست سنوات او سبع سنوات. اتقاب المجموعة قليلة جدا في تنسيقية لمقاومة الالحاد جادة جدا وصغيرة جدا. مش هي تنسيقية لانو انت اتقابلنا فيها متى سنين. واحدة قبلها. وكان ايامها انا كان اوراقي متقدمة فما مفيش معايا جواز سفر مش عارفة سافر بره انجلترا. فجوم عملوا الاجتماع في انجلترا شو في الجدية. من منزمة يقين بتاعة امريكا. يقينينا سنين. واه اييرة. بتاعنا بتاع انجلترا جوم. والناس جات من الامارات ومن الكويت ومن مصر ومن كس حتى. وتقابلنا. من الاردن. وتقابلنا. عدنا تلات ايام مع بعض في الفندق. بدون موبايلات. تبادلنا المعلومات. فبعد ما خلص التنسيقية ده. قبل ما الطائرات تطير بيهم من مطار هيترو. انا كان تحت ايدي مية في المية من اسباب الالحاد. طب دي ثروة. اعمل ايه? عملت لجنة فيها. اه 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 تشايلد سايكايترست يعني اه علماء طب نفس اطفال. و اه اه طربويين. واحنا. سبب سبب من اسباب الالحاد. عادنا نعمل نعصف زهني ايه هو? اللقاح العقلي اللي لو تحط للطفل وهو صغير. السبب ده لا يؤثر فيه ان شاء الله بعد عشرين سنة. سبب سبب. الوقاية قبل العدل. الوقاية. نعم. الوقاية قبل عليا. بالتالي بقى عندي يعني مجموعة اه يعني حاجات الرسائل المهمة توصل للاطفال. اوصلها زي الاطفال. طب العيال يمكن اهلهم بتفرجوا علي. لكن الاطفال دول هشوفونا يا ليه? و شاكلي بايد قوي كده عنهم و كبير و. فقلت اصور فيديو نشوف. فصبغت شعري و دقني اسود. و صورت فيديو. طبا ما حاططوش ابدا. لانه كان شاكلي عامل زي الرجل العجوز اللي عايز يتقدم لبنت صغيرة. فعايز متصابي عارت العجوز المتصابي ده. فمنظرك مضحك جدا. انا رميت الفيديو. وبقيت قدي دورات للاطفال وان تو وان بقى في المدن اللي حوالينا بتاع. فجيت في دورة في مدينة بريستول في بريطانيا. اه فيها مئة طفل. وجات المنظمة بتاعت الدورة اقيتلي على فكرة ده فيه ولد هنا. اه بابا وممته مصريين وبيحبك قوي. و حافز كل حاجة انت بتقولها. حافز اسلاموفوبيا عربي وانجليزي صن. حافز ذكرى وعبرة. بيقلدك. فجات لي الفكرة بيقلدني. هاتي يقول. جات لي الفكرة. عادت معاها هو والده واخوه تغديرها مع بعض. وهي دي. عملنا كل ما انا اريد اني اوصلوا الولادهما اللي بيقولوا للاطفال. انا مش بظهر خالص. الفيديوهات عبارة عن اطفال بتتكلم مع بعض. الطفلين بيكلم مع بعض او طفل بيكلم بيكلم الناس على طول. بس. صورتوها فيديوهات يعني. صورناها فيديوهات. طيب اعمل ايه عشان اتأكد ان المسج او الرسالة اللي في الفيديو اللي انا عايزة توصل للطفل هتوصل. حطينا اربع او خمس اسئلة بعد كل فيديو. بحيث ان اللي انا عايزة اوصله اللي هو اللقاح الذهني ده. لو ما وصلش في الفيديو يوصل من خلال الاسئلة والاجابات. حلو. اضمن ازاي انت لو اشتركت لولادك نعم هيلعبوها. حطناها جوه جيم. تبقى الولاد يلعب الجيم. وهو في قلب الجيم يطلع له فيديو. وبعكها اسئلة. لو جاوب السؤال صحة من اول مرة النقط بتاعت الجيم بتتضاعف. لكن لو بيجرب ويجاوب وخلاص. فبيجاوب غلط ممكن. مش هتتضاعف. فبقى مشاهدة الفيديو جزء من الجيم. وبالفعل عملنا كده. وعندنا تلت آآ جيمات. جيم اسمه بعد المباراة. ده يقي من اسباب الالحاد الفلسفية الكبرى زي معدلة الشر. زي ان الاسلام ظلم بعض الفئات. ظلم المرأة. ظلم الشواز. ظلم الكلام. دي اسباب للحاد. يقول لاب تتعليف في الجيم الاولاني. بدون الكلام عن المرأة. بدون الكلام عن الشواز. تماما بقال مع سن سبع سنوات. بقال بعمل ايه. كلمة الاسلام ظلم هي دي اللي ببرمج الطفلها مش مش ممكن تكون مقبولها. بخلي الطفل في الجيم ده يؤمن بان ربنا جابه في الدنيا. عشان يعمل اربع حاجات اساسية. العبادة. الدعوة. اعمار الارض. اقامة العدل. ودفع الظلم. ودي في ليها فيديوهات بيشوفها. ليها اسئلة بيجاوبها. فانت بتحفر جواه في قلبه وعقله. انه الاسلام جابه عشان يوقف ضد الظلم. فلما يجي حمار يقابله بعد عشرين سنة في الجامعة. يقولوا الاسلام ظلم اللي بتاع كلمة الاسلام ظلم هي اللي مش هتعدي. مش محتاج انا اتكلم عن 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 اللي ساكشو ولا تيز ولا. مش محتاج اتكلم عن كده خالص. انا ببارماجهم في حسن الاسلام ظلم دي خالص. خلاص. فده جيم الاولاني. جيم التاني اسمه انقذ السلاحف. ده جيم حلو جدا. بيؤسس فيه خمستاشر او ستاشر فيديو. بيؤسسه لعملية حتمية وجود الله. واللي يتفرج على الاطفال هيلاها عندهم نبرة سخرية شوية. ليه? لان من اسباب الالحاد السخرية من المتدينين. العيال في سنة تلاتاش ربعتاش سنة. اللي هو تلاقي الاب كده بيطخن صوته. وعايز بيانه راجل كده وبتاع. ده ما يحبش ان حد. ما يحبش ان هو يكون من مجموعة بيتم السخرية منها. هلاقه ايه? ان تصخروا منها. فان انا اصخروا منكم كما تصخروا. ففي عندنا نبرة سخرية خفيفة كده. عند الاولاد هوا بيتكلموا. ده اللي يقول ان ان الهرم جي من غير ما حد يبنيه ده بقى اكيد بقى مجنونه مع ايه? مثلا مسألة السببية. بس فيها حتة فيها سخرية السنة. عشان لما يجي واحد يقوله الكلام ده اوه او يضخل منه ويبقى عارف بيعملوا ايه. وبعد كان عندنا جيم تالت اللي هو يثبت صحة دين الاسلام. ما انت خلط اثبت وجود الخالق. وشيلت الاسباب بتاعت العادة الفلسفية. بس انت ما اثبتش لسه ان اسمه ولا صح. فالجيم التالت اللي هو اسمه انقاذ اميرتين. في الحتة بتاعت ان القرآن كتاب الله. اذا اثبت ان القرآن من الله. يبقى انت خلص اثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم. صدق النبوة. واسبت صحة دين الاسلام. جميل. كم الامار مستهدفة بكل عزام؟ من سبع سنوات بنبتقى. ايه لا? ايه باع ايه. اللي قدر يلعب الجيم يا محمدين نقطة ان فيه ناس بقى كمان احنا عملنا حاجة صريفة قوي. عملنا دولة هننزل قريب قوي من غير جيمز. ستب عشان المدارس كمان. المدارس يشغل الفيديو. يتفرج عليه مع الولاد. فيديوهات. وبعد كده يشوفوا الاسئلة والاجوبة وينقشوها مع بعض. اقولك بصراحة. عيب لما الجيمز بتاعتنا ان لو لو الطفل اتعامل معها لناها جيمز مش هيلعبها. انا الجيمز بتاعتي مهما كان انا ادخن جيم جيم عندي متكلف خمسة سبعين الف دولار. الجيم عشان يتعامل بيكلف مليون ومليون ونص. فمهما كان الجيم بتاعي مش جزاب زي الجيمات التانية. مش هيكون منافس طبعا يعني. مش منافس كمان عشان ايه لي خلي الطفل يعمل يلعب جيم فيه خمسة تاشر فيديو بيكلونه في الدين. لكن لو اخنا خدنا الجيمز دي على انها الطريقة الجديدة في تعليم الدين. الاطفال هيتقبلوها. لكن لو احفاقنا نشترك الاطفال ويرمونهم الجيمز فاقنا مش هيلعبوه. هيلعبوا حاجات تانية. باب جي ومش عارف فورتنايت والحاجات دي. تمام. اه ازا بدنا ندل عليها ايضا كيف? اه في على الوقت. انا هاخد الروابط. اه 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 لجمهور بتاع السبيل. الله يخليك. احنا ضيوفك لانه كمان يعني. لا والله ده قدر ان عانك مقاب بتاعتنا وانت مجبتش المقاب بتاعه. الله يزيكم الخير يا رب. احنا ضيوف عليكم انا. واخدوا معك اسرقوا مننا. متشرف الله. الله يكريبك حبيب. طيب اسئلة سريعة في الاخر. يلا. انطباعك الان عن او يعني وجهة نظرك لمستقبل الاسلام في في الغرب. هل انت متفائل او متشائل? اصيبك من طفال الاقصى. الان الحمد لله فيه التحزن يعني. لكن انت شايف الجيل الثاني والثالث والمسلمين. استقبلهم يعني. اصيبك اللي حالة. الا الافضل او الا الاسوأ. انا هنا ببقى اسأل السؤال ده في كل مدينة بروحة. ناخد عينا ونمشي. انا نبصوا. لو عندكم مدرسة اسلامية. ومدخل مدرسة اسلامية. وعايش حوالين المسجد. ونشاطك مع المسلمة. ورحلات مع المسلمين. وكمبات مع المسلمين. خليك هنا احسن ما تروح دولة عربية. وتروح تدخل فيها في مدرسة انترناشنل. لا هنا احسن لك بقى. مع كل المصايب اللي احنا شايفينها ايضا. يعني انت شايف انه فيه امكانية انه الواحد ممكن يلاقي خط اخر يحمي فيه اولاده. ايوة لو هيدخل مدارس اسلامية. انا من خمسة وعشرين سنة قبل الظهور بقى الشواز والكلام ده. موجود بس يعني ما كانش بالشكل ده. من خمسة وعشرين سنة كنت بقول كلام ده في امريكا. يدخل مدرسة اسلامية يا اما على بلدكم. بس الان انت عارف القوانين صارت اسوأ بكتير. صارت اسوأ لكن في النهاية انت قافل على المجتمع بتاعك. وبتعلم العيال. معنا ما 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 كمان شوية هتكلمهم دلوقتي على نعمل ايه في المدرسة لما يقولوا لنا كزا. بنتكلم معهم انا بتكلم معهم. بس خلاص. فيش مشاكلة انت. لكن احنا هنفضل هنحافظ على عيالنا هنا احسن ما روح بدولة عربية وما عارفش حافظ عليهم. ما الوالد اللي رجع من هنا. هيخوش مدرسة هناك. مش هيخوش مدرسة عادية. هو اصرا عربي بتاعه بعفلة. عن فكرة استضفت الدكتور احمد جلال على حوار. هل تذكر? والله. والله مش فاكر كم من كم شهر يعني. اوكي. حبعت لك يا ان شاء الله. عملنا زوم لانه عن بعد يعني. اوكي. فكان كلامه جميل عن الموضوع. هو طبعا وجهة نظره متفائلة يعني. وعارف انه فيه وجهة نظر اخر متشائمة مش بعجبها الكلام هذا. بنته مريم. اه. من احسن الولاء الاطفال اللي لعبوا الجيمس بتاعتنا. وهي نفسها وناس وحكاها لي انها كانت دايما يعني بخجولة قوي وبتاع. وفوج انها اخدت اه جائزة صاحبة اشجع اسئلة. في المدرسة. مدرسة ببليك. مدرسة عادية. اظن اسمعت منها المسال. هيوة. نعم. وايه قالت له الجيم بتاعه مفاضل. ماشا الله. فخور بيها جدا. على فكرة انا مش عايز اخد منك المايك كتير بس. انا في كتاب اخرجته مؤخرا. خارطة الطواف. فكان عندي فصل اظن الاخير او ما قبله. كنت بتحدث في عن هالجزئية تحديدا. انا نقشت الدكتور احمد قبل ما يعني اخلص الكتاب. وكلمت الدكتور محمد السيد لو عارف في امريكا. طبيب اعصاب. كمان هو ايضا منخرط في هالمجال. هو كان عنده معلومات اكثر تشاؤما على انه تسعين بالمية من الجيل الثاني الحدو كده. انا لما اتعمقت اكتر في الموضوع صراحة الدراسة هيك انه هي الوحيدة اللي لحد الان تحكي عن عدد المسلمين من الجيل الثاني والثالث. مش دقيقة. ما هو الجيل ده 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 اللي بي كان معانهم دول خارجين مدارس البابليكا. انا قلت ايه? يا مدرسة اسلامية. يا اما هوم سكولينج. يا اما على بلدكم. في نقطة تانية كمان. انت لما تاخد هؤلاء الان الحدو. لو تشوف ببعض الدول العربية نفس النسبة قريبا. يعني في عندك البارومتر العربي اللي بدأ من الفين اربطعش ممكن وما زال الى الفين وعشرين. كان بيقول لك انه كان في موجة الحاد هائلة. في بعض الدول العربية وصلت لتقريبا اربعين بالمئة يعني. قريبا من النصف. انه غير لا دينيين او غير مدينيين. اه في بعض الدول مش حد نذكر. انا انا لا استبعد هزين. تقريبا نفس النسبة في العالم الغربي يعني. في الجيل المسلم الشباب. بس ايضا هؤلاء نفسهم الان في اخر دراسة للبارومتر كانت اظن في الفين وواحد وعشرين النسبة بدأت تطلع. نسبة الاسلام. هذا ذكرته. ممكن يعني مش عايز ااخد كتير في التفاصيل. لكن اظن الان الامور كمان بدأت تتحسن بين المسلمين في العالم الغربي. وفي احنا موعودين بدراسة قريبة. ما اذكر الان مين الجامعة اللي بتشتغل عليها. يعني تحديدا الجيل الثاني والثالث المسلمين في امريكا وفي العالم الغربي. بس انا ايضا اتوقع انه حتى هؤلاء اللي تركوا الدين في هذا السن الصغير. كثير منهم لما يكبر حيرجع لأسئلة الهوية. ولماذا انا هنا والى اخره. فنفس الاسئلة اللي بيطرحوها الشباب. هما لما كانوا في العشرين كانوا بتشككوا. في الاربع وعشرين بتتغير الامور. في التلاتين معظمهم تقريبا بيرجع عليها الاسلام. صحيح. بص عشان. هذا ايضا ياخد بالا اعتبار. وبرضو عشان انا انا تماشي كله دي حق حقها ويعني. الناس كلها عارفة ان احداث غزة دخلت ناس كتير الاسلام. يا جماعة لا. ده كمان فيه موجة تانية. من الشباب اللي كان عازف عن الاسلام. بيرجع لدينه النهاردة بقوة. صحيح. عندي حالات كثيرة. مش بس ناس كانت مش مسلمين ودخله. وناس كانوا مسلمين بس اه على سطر بيسيبه صحوة اسلامية نعم. في صحوة. صح. في صحوة طبعا. انا وده النقطة. عندي كانت الكلمة بتاعتي في المؤتمر. ليه الانسان. ليه الطبيب في غزة بعشر اطباء. ليه الممرض بعشر ممرضين. ليه الام بعشر امان. ليه بتدبر. طبعا. كان فينا استاني الواحد بعشر برضا. مين? صحابة. اراملين يقول لهم. اياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا ماتين. واياكم منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا. طبعا. وبعدين. الان خفف الله عنكم وعالم ان فيكم ضعفة. حتى فكر. وبقى كابت النسبة واحد الاثنين. صحيح. بس اني واحدة. مين الدعف? سيدنا وبكر دعف? لا. عمر ضعف? لا. علي بن ابي طالب ضعف? لا. زبار ضعف? لا. مين ضعف? مش هيحلها غير القراءات. قراءات ابي جعفر. الان خفف الله عنكم وعالمة ان فيكم ضعفاء. يبقى في اعضاء جدد في العالم الاسلام او في المجتمع الاسلامي دخلو? ما حدروش شعب ابي طالب. اللي حدرو الناس بتوع غزة خلي بالك. ما هو في غزة? زي بالضبط شعب ابي طالب. اكلوا الحشائش. حصل. اكلوا الحشائش. طيب. وما حدروش البسالة والشجاعة بتاعت بدر. شوفناها في غزة برضو ها. ما حدروش الجثث المقطعة بتاعت احد. ها? شوفوها في غزة برضو. ما حدروش تخذيل المنافقين بتاع الاحزاب. شوفناها في غزة برضو ها. ما حدروش تكلب الامم عليهم من كل ناحية. وموجهة قوة جبارة. شوفناها في غزة برضو. عشان كده الواحد في غزة بعشرة. يبقى غزة اثبتت لنا ايه? ان مسألة ان قوة الايمان تجعل الواحد بعشرة دي مش للصحابة بس. اي مسلم يقدر يعدي في الابتلاءات دي ويصبر. يقول اياكم منكم عشرونة صابرون. شوف اختيار مش متقون. هنا اختار الصابرون. صابر في الابتلاء. وده على فكرة اللي احنا بنديه في الجيم الاولاني للاطفار. اللي هي مسألة الشر. في عندنا عيال بالنتيجة التربية الخاطئة بتترك الدين. ليه? سنة اتناش ترتاش سنة بيترك الدين. لان الصلاة مش شغالة والقرآن ما بيشتغلش. ليه? ابو امه قال له. ما انت لو بتحفظ قرآن. وتصليف معاهدك. هتقيش مبسوط ومعندكش مشاكل. فالوادي يحصل له مشاكل في سنة اتناش ترتاش سنة. وهو بيحفظ قرآن. وبيصليف معاهد. ويحصل له مشاكل. يبقى الصلاة ما تشتغلش. احنا بيقول له لا مش اكمال دا هو. مفيش حاجة اسمها الصلاة. مفيش حاجة اسمها حيبدن بدون مشاكل. لو قوة الايمان والعبادة الصحيحة تجعل الانسان ما يقابلش مشاكل. اولى واحد بكده كان الرسول السلام. صلى الله عليه وسلم. ايه اكبر الم ممكن يحصل للانسان. اشد الناس يبتلق. انه اه اشد بلاء ممكن يحصل للانسان انه يفقد ابن من ابنائهم. صحيح. طيق. النبي فقد. طب ايه اكتر من فقد الابن. فقد اتنين. فقد اتنى. فقد اربعة. فقد اخمسة. بسأل الناس. تحرفوا حد فقد ستة. محدش بيعرف. لا تعرفوا. الرسول السلام. صلى الله عليه وسلم. كان عنده سبعة. وقبل ما يموت كان فضل منهم واحدة. يبقى في الثلاثة وعشرين سنة بتوع السيرة. اللي بندرسهم دول فقد ستة. واحنا ما حسناش. طب ايه اللي خدعنا. ليه المسلم بيتخدع وما يعرفش ان النبي مات له ستة كده. معين احنا حافظين السيرة صام. عشان دي مش سيرة انسان مكتئب. صلى الله لانه عارف انه هنا عشان يبتلى. يبقى دي النقطة لما كل الناس يبقى عارفة ده. المستوى نفسه بتاع المجتمع كله بمستوى الايماني عالي. جميل جميل. نضيف لها وفاة ابوه قبل ما يشوفه امه في سن مبكرة وابوه طالب وخديجة فسبحان الله يعني حياة مختلفة تماما. او. في انا عارف عندك وحضر بعد دقائق. فنحتصر اخر دقائقين بس. نصيحة توجهها للشباب اللي عايزين يبدأوا في الدعوة الان في العالم الاسلام. في العالم الغربية تحديدا. عايز تدعو ما يكونش عندك حياتين. ما يبقاش قدام الناس ليك حياة وانت جوه في السر عندك حياة تانية. لم ينفعش. انت بتدعو عن ايه? يعني انت بتحاول ترفع ايمانيات اللي قدامك. لو هو مش مسلم يدخوش الاسلام. ولو هو مسلم ما بيصليش يصلي. ولو هو يدوبك بيصلي هتخليه افضل وافضل وافضل مش كده? طيب. انت عشان تخلي الناس ايمانها يزيد. الامان ده زي النار. النار. احنا عندنا كلمة الفؤاد بترجمانها هنا. القلب المشتعل. جميل. حضرتك لازم لما تحط فحمة تولع بها باقي الفحمة تكون الفحمة دي مشتعلة. لكن حط فحمة بردة في وسط الفحمة البرد هوي زي ما انت عايز. فيش حاجة تولع. فالامان ده دي شوعلة. والله كم ده انا لن انسى للدكتور مجد الهلالي ابدا. هو المعلمين في الحتة بتاع التربية الايمانية دي. انت عايز تشعل الناس بالايمان انت هتكون مشتعل انت كمان. مش هنفع تقولي الناس تتدب انت وتتدبرش. مش هنفع تقولي الناس طاري بخشوع انت مصاريش بخشوع. مش هنفع. فانت لازم انت نفسك تشتعل عشان لم تقعد كده ما ناس تبقاش منافق. المنافق ايه? المنافق هو اللي ظاهره افضل من باطنه. ايوه. بس ده مش واحد وصفر. لا. في بقى مستويات من الفق. سبكترم كده للنفاق. درجات. اه. اه يعني بقى مش منافق اللي ظاهره زي باطنه بالزبط. بس عايز تزاود بقى خلي باطنك احسن من ظاهرك كمان. اللي هو حياتك السرية مع الله. مع الله. جميل جدا. ده ده. ده نسحتي بحيد. والله يبارك فيك يا رب. انا سعيد جدا بهاللقاء والله. ده انا والله. كان والله يتمنى يعني ساعات اكتر. انا والله. وانا عارف ما شاء الله بريجز فيها مشاريع ايضا اخرى. لكن احنا سنحيني ان شاء الله للموقع والعايز يستفيد اكتر. حيفوت على روادط. والله يزيكم الخير يا رب. انا عارفكم انتو بعض الالعاب او ربما كانت متاحة لدفئات مجانا ايضا صحيح? انا انت حردك هتنشر. ازاي الناس تشترك? والكوبون اللي بيشيل خمسة اه خمسين في المية. جميع. والكوبون اللي بيشيل خمسة سبعين في المية. والكوبون اللي بيشيل مية في المية. وكل واحد يختار اي كوبون يحطه. جميع. اصديف ايه مؤسست مؤسستكم انتم. معمول عشان ولادكم. اللي يقدر يدفع يدفع شربان يبارك له. اللي ما يقدرش. مش عزر. لازم ولادك يدخلوا. دخلهم بالكوبون المجاني خالص تماما. وإحنا مسامحين. حتى لو تقدر مسامحين. ترأيك بقى. الله يزر بيشير. بسألنا ولكلون يلعبوا. ده ولادنا يا جماعة والله. لو ما خدناش بالنا من الجيل ده. قد يبقى قد يكون اخر جيل من اجيال الاسلام. بسرعة مش هزين كده. انا كامدة بصراحة الحمد لله دلوقتي مطمئن. يعني بشوف كتير اوي الحمد لله. من العيال طالعة زيال فالانا بارح. في اه مدينة ايدمنتون. في اطفال سعر واسئلة. انا مش مصدق ناعة صغيرة. مش مصدق. اسئلة عميقة جدا وجميلة جدا. الحمد لله. ان شاء الله جيل مختلف بإذن الله. وانا ايضا لازم اشكر مؤسسة ماك اللي قدمونا الاستضافة هنا ايضا. وانت ما شاء الله الان ضيف عندهم وعندك محاضرة اليوم وبكرة ان شاء الله. وان شاء الله وان شاء الله. ماك ديما لازم داوب ماك دونالد. ماك اللي هي رابطة المسلمين في كندا اضمن اختصار. نعم. نعم. الله يزوم الخير يا رب. وشكرا مرة اخرى. وإلى لقاء اخر. ان شاء الله نستضيفك مرة اخرى بإذن الله. وشكرا المشاهدين والمستمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. الله عليكم الخير يا رب. يبارك فيك.